أولاً أنا سعيدة جداً بمحاولات فك الشفرة إحنا هنعتبرها محاولات إحنا هنعتبرها محاولات كلمني شوية عن فكرة software كلمني شوية عن سؤال مالك مفيش ومالك مفيش دي طبعاً معروفة تماماً إنه بيبقى فيه وفيه 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 حاجات كتيرة جداً الفكرة اسم الكتاب الموضوع ككل شغل بالك إزايك حبيت تكتب عنه ليه تمام هو أنت قلت بصراحة مالك مفيش هو فيه طبعاً يعني هو سؤال متكرر في كل بيت من كل رجل أو كل زوج لكل زوجة صحيح والإجابة دايماً مفيش ومفيش زي ما أنت قلت معناها إنه فيه وفيه وفيه طب ليه؟ طب ما لو فيه من مقول يعني الحياة تبقى سهلة علينا إحنا اللي اتنين ففكرة بقى ليه دايماً الإجابة هي مفيش هي اللي شغلت بالي وخلتني أكتب الكتاب ده خاصة إن الموضوع متكرر في بيوت كتير جداً بنفس الطريقة فكل رجالة بيسألوا مالك وكل الستات بتقول وهو صوفت وير واحد زي ما إحنا متفقين هو ده اللي خلنا نفكر إنه هو فعلاً فيه زي صوفت وير الست على اختلاف بقى ثقافتها وتعليمها وشغلها وكل حاجة ما بتطلعش برا السوفت وير بتختلف بقى شوية حاجات زيادة أقل ولكن الصوفت وير واحد هو نفس الطريق أعتقد إن الراجل كمان صوفت وير واحد إلي حد كبير بس إلي حد ست بقى هي اللي تكتب علينا إلي حد كبير إلي حد ما بنتكلمش عن نفسنا أيوة آه صح ما بنتكلمش عن نفسنا هل بنسيب أعمالنا تتكلم عننا طيب خلينا نتكلم شوية عن الكتاب أخد منك وقت قديف الكتابة فكرت فيه من إمتى حررتك أصلا طبيب أثناء حولت إزاي التحويلة دي طب نجاوب على آخر حتة الأول أنا من زمان وأنا غاوي إراية وكتابة وفي سنة تقريبا ألفين واثنين كان فيه دكتور نبيل فاروق الله يرحمه وعامل سلسلة سخرة جديدة كان اسمها مجانين وأنا بدأت أكتب معاه في هذه السلسلة كنت بكتب مقالات توقص السخرة معاه وبعدين السلسلة بعد ما توقفت فكرنا مع دار نشر تانية إن إحنا طب ليه ما نعملش كتاب كامل وحدنا من نبقاش معتمدين على السلسلة بدأنا بكتاب ساخر كان اسمه حدث في أنتيكا نزل سنة 2006 وتاني سنة على طول اللي عملنا ضربة حب وبعدين ابتدت السلسلة بقى من الكتب الكتاب اللي معنا ده هو كتاب نبر عشرة جميل آه يعني في تجارب كثيرة من أدب الساخر حضرتك مريت بها كان فيه حاجات ليه علاقة بالستات والرجالة؟ ولا ده أول موضوع ليه لقى؟ الكتاب التاني دربة حب كان ليه علاقة برضه بالستات والرجالة بس قبل الجواز هنا بنتكلم بعد ما اتدبسه ده بعد الجواز طيب نتكلم شوي عن فصول الكتاب ابتدته إزاي؟ حبيت تشرح فيه إيه؟ هو كل فصل بيتناول موضوع موضوع بالنسبة للراجل هو أزمة أو صداع وبالنسبة للستة حاجة عادية جدا يعني مثلا سؤال زي تاكل النهاردة ده سؤال روتيني كل يوم الستة بتسأله والراجل بالنسبة له ده عبء كبير يعني أنا لسه فأي حاجة ده عامل زي مالك مفيش سؤال عند الرجالة تاكل النهاردة أي حاجة لأن الرجالة فعلا مش بيفرق معاهم أو ما بيحبش يتحط في هذا الاختيار أنت كستة عملي أي حاجة وهو الراجل هيك ولا عندنا فصل عن الشوكين ما لما بتعمل أي حاجة بيتدايق لا 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 مش ممكن ما هو كلمة أي حاجة دي كلمة عامة جدا ما هو لما بتعمل أي حاجة بتتدايق فهي بتحب تتأمن نفسها بالسؤال ما هو الإجابة دي بقى بتديها الحرية تختار هي بقى اللي هي عايزها ما هو ممكن يقول لها مثلا محشي طب أنا ما بعرفش عامل محشي طب باش عمل لا أنا مليش فيه ما عرفش ايه مش موجود في السوق ولما هي تعمل أي حاجة يطلع هو ما بيحبهاش تعمل اس تبقى مش كانت تسأل من الأول هيقول لها مش كنتي سألتي مش هو جوزة عارفة بيحب إيه ما بيحبش إيه ما تعملوش الحاجة لما تحبهاش من نفسها المفروض أوكي عندنا فصل عن الشوكين طب يا جماعة مع الليستة بقى بتاعت الحاجات اللي بنحبها في الأكل والحاجات اللي بنحبهاش في الأكل دي مهمة جدا يا ريت نتعرف عليها من فترة الخطوبة يعني عايزة لستة بكل اللي بيحبه وكل اللي ما بيحبهاش على فكرة ده الهومورك بتاع أي زوج الناتب عارفة جوزة بيحب يأكل إيه ما بيحبش يأكل إيه طبعا جميل بس يكون هو عامل الهومورك بتاعه ورده لازم طبعا ما هو بيحاول بقى بالكتاب ده ما بيحاول يعمل هومورك بس يعني الموضوع صعب عندنا فصل مثلا عن الشوپنج اللي هو يعني الأكسجين بتاع الستات وبالنسبة للراجل هو عبء كبير أنزل ويعود ألف والستة في الشوپنج بقى هو بالنسبة له حياة لما بالنسبة للراجل هو عمر بيضيع متكلمين على في كل فصل واخدين موضوع بنشوفه في كل فصل من وجهة نظر الست ومن وجهة نظر الراجل الكتاب مقسوم إلي جزئين فيه المتن بتاع الكتاب أو الجزء الأساسي بتاع الكتاب هو موجه للستات وفيه هامش من تحت موجه للرجالة نصايح يعمل إيه يعني إيش لو مراته قالت له تعالى نعمل شوپنج تحتها يلاقي على طول نصيحة ترد إزاي تعمل إيه تهرب إزاي